اكو جيش عراقي اكو جهاز مكافحة الارهاب والاهم منهم هو جهاز المخابرات العراقي يعني معقولة جهاز المخابرات مثلا واني متأكد وهو عراقيين متأكدين انه عندهم معلومات ويعرفون بهذه المعلومات هاي اجهزة وطنية وتستطيع التصرف تجاه اي خلل او ارتباك في هذه المواقع يعني معقولة حتى اجهزتنا الامنية اللي هي كبيرة واكبر من هذه الاطراف كانت اضعف من هذه الاطراف عند التخزين اضعف وما زالت ضعيفة كل هذه الاطراف طبعا تملك قوة انا اقول لك كل هاي الاطراف تملك قوة يعني جهاز مكافحة الارهاب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية عندها قوة بس ارادة ارادة ما عندهم لانه انت يا وزير الدفاع مثلا يتحرك على مثل هكذا موضوع اعتداء مخزنة متفجرات قوانات قذائف لمدافع وقذائف لهاوان صواريخ راجمات مخزنة في وسط حي من الاحياء في بغداد وزير الدفاع ما يقدر يتحرك عليها لانه وزير الدفاع مرتبط بالقايد العام القوات قبله مرتبط بالعمليات المشتركة ثم العمليات المشتركة بالقايد العام وقوات المسلحة وزير الدفاع ما يقدر يتحرك ما يقدر يحرك فصيل واحد ما يقدر يحرك انصر من الاستخبارات اللي تافع لوزير الدفاع على مثل هكذا عملي لانه رئيس الوزراء نفسه ما عنده ارادة في القضاء او في انهاء هكذا مواضع ما عندهم وانت عندك مثل قريب شفت الكولبة اللي صارت والانكلاب اللي صار على الدولة وعلى المنطقة الخضراء والعيش الوزراء من صارت عمليات مال البعيثة